أهلا بكم من جديد أوضح الرئيس التنفيذي لبورصات البحرين الشيخ خليفة ابن إبراهيم الخليفة أن البورصة في اتجاهها لاستكمال استراتيجيتها التي بدأت نهاية العام 2010 مؤكدا في لقاء خاص على ضرورة تواجد مشروع عهد الاستثمار العقري ريت في البورصات الخليجية استراتيجية بورصة البحرين بدأت من عام 2010 أو نهاية عام 2010 عندما تحولت إلى شركة مساهمة مقفلة وكان فيها خطة خمسية انتهت في نهاية عام 2015 وفي هذه المرحلة كان التركيز مجملح على تطوير البنية القانونية والبنية التقنية التي ستسمح للخطة الخمسية الحالية أن تكون موجودة وهي بالأساس أيضا مرتكزة حاليا على تقديم الخدمات والمنتجات سواء للباي سايد أو المستثمرين أو السل سايد اللي هم مصدرين الأوراق المالية فالتركيز صعب يكون على نقطة واحدة البورصة بشكل عام فيها كثير من أطراف ذات العلاقة وكان يجب يكون فيه فوكس أو تركيز من عدة نواحي فمن ناحية المستثمرين التركيز كان أو التركيز راح يكون أيضا على تسهيل عملية البيع والشراء للمستثمرين من جميع النواحي سواء تقنيا أو قانونيا ومن ناحية مصدرين الأوراق المالية أيضا توفير السوق المناسب حسب وضع الشركة وطبعا رأينا في الـ Global Trend أو الأبعاد العالمية الحالية أن الأسواق أو البنوك صعب عليها تقدم قروض مثل خمسة سنة طافة أو عشر سنين فصار في حاجة للشركات للدخول الأسواق الأسهم والبورصات لغرض التمويل وليس لغرض أزن إكزة استراتيجية أو للخروج وهذا المفهوم انتبهنا له ونرى أن فرصة للبورصات الإقليمية والخليجية بشكل خاص الدخول في هذا المجال ويكون التوجه إلى الشركات التي تطلع للنمو عبر البورصات وليس تطلع للتخارج عبر البورصات وأتوقع هذه نقطة فارقة في تطور البورصات في هذا الإطار دعنا نتحدث عن مشاريع محددة لديكم مشروع عهد الاستثمار العقرية ريتس حدثنا عنه طبعا الريت متواجدة في البورصات العالمية من فترة طويلة من 1960 ولكن رأينا ضرورة وجودها في منطقة الخليج خاصة أولا لأهميتها وحجم المتعاملين في القطاع العقاري فالمستثمر اللي يكون عنده disposable income أو مبلغ معين يبي يستثمر فيه إذا سألته أول سؤال رح يذكر لك أن يبي يستثمر في العقار ولهذا السبب رأينا وجود سوق منظم وفعال يحمي المستثمرين خاصة في عدم وجود قوانين واضحة للتطوير العقاري ويعتمد على سمعة الشركة وليس يعتمد على الregulation لكن في الريت فيها القوانين الكافية لحماية المستثمر وضمان حقوقهم وأيضا يعطي الفرصة للمطور أن يبين للمستثمرين أنه يقدر يلتزم في المعايير الدولية اللي موجودة في سوق الريت ويقسم السوق العقاري إلى نوعين من المطورين مطور بداي أو مطور يلتزم بالمعايير العالمية هل تعتقد أننا سنرى تداولات في برصة البحرين كما نرى في الأسواق الأمريكية للريت حاليا أنا ما أتوقع أن أول سنة ممكن أن يكون مخطئ لكن ما أتوقع أن في أول سنة أو ثاني سنة رح نرى نشاط في السوق لأن أغالبية المستثمرين في هذا السوق يتطلعون للدخل السنوي والدخل الثابت اللي الاستثمارات في عهد الاستثمار العقارية توفرة وطبعا ننظر العهد الاستثمارية كمنتج جديد يحتاج فترة للمستثمر أن يرى جميع الجوانب الإيجابية فيه والجوانب السلبية فمن الجوانب الإيجابية يعني هو دخل ذهابت ويعتبر من الفيكس انكم ماركت لكن الفائدة فيه النت أسد فاليو اللي يزيد فيه كل سنة وهذا يفرق بينه وبين السوق السندات ففي السوق السندات يعني السعر عادة أن يكون ثابت لكن في العقار ينمو مع نمو العقار وينزل مع العقار لديكم اهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا الإطار أيضا نتحدث عن دور سوق البحرين الاستثمارية سوق البحرين الاستثمارية هذا مشروع عزيز علي شخصيا لأن أنا في فترة دراستي الجامعية كان في أفكار وفعلا نجحنا في مشروع صغير ولكن للأسف لما نروح للبنوك وقتها ما كان ينظرون لنا كمستثمرين والانترابنورز ما عندهم فرص التمويل اللي يستحقونها وعادة البنوك بعد ما تعطي فرص ثانية أو ثالثة لنجاح إذا فشل الانترابنورز وكالعادة الانترابنورز ممكن يفشل أول مرة أو ثاني مرة وينجح في ثالث مرة فرأينا وجود سوق ملائم للشركات اللي تطلع النمو وأنا أرفض بعد أني أذكرنا شركات صغيرة أو متوسطة بالتعريف لأنه هو سوق نظرنا إليه بجميع المحاور وكان لازم يكون فيه full ecosystem وليس مجرد تشريع قانوني ينزل فتحدثنا واستشرنا انترابنورز استشرنا private equity firms وبنوك استثمارية عن هذا السوق وجمعنا جميع الآراء في هذا الشيء وكونا سوق البحرين فباختصار السوق يوفر شيئا رئيسيا أولا التكلفة المادية قليلة وبالإمكان مقارنتها في تكلفة القرض من البنوك وأيضا سهولة الإدراج في المين بورد أو السوق الرئيسي تأخذ الشركة من سنة إلى سنتين عشان تجهز نفسها للإدراج لكن في سوق البحرين الاستثماري الشركة في خلال ثلاثين يوم راح يتم عملية النظر في إدراجها ويتم الرد عليها سواء ترجكت أو تأكسبت ومن هنا نصل للحديث عن أداء بورصة البحرين نتحدث عن أداء البورصة خلال هذه السنة وأيضا نقارنه مع مؤشر سوق البحرين الإسلامي مؤشر بحرين الإسلامي هو أول مؤشر إسلامي في الخليج في البورصات وطبعا الشيء اللحظناه في مؤشر البحرين الإسلامي أنه ما يلتزم في الارتباط في المؤشر الرئيسي فننظر فرضا لعام 2016 من بداية العام إلى الآن سوق أو المؤشر البحرين الرئيسي نزل تقريبا 3% و3.5% ومؤشر البحرين الإسلامي يرتفع 4% فهي فرق من كسبعة وهذا اللي يبين لك أن الارتباط ما هو موجود بالعكس عكسي وهذا يوفر ممكن للهجنج فرمز فرص الاستثمار فيه إذا كان موجود هناك تراكر فاند أو الصناديق التي تتبع المؤشر وهذا إن شاء الله أيضا منتج إن شاء الله راح يكون متواجد في العوام المقبلة ماذا عن خطط لتحفيز حركة السيولة داخل أربورصة؟ لازم ننظر الموضوع من ناحيتين البورصة كاستراتيجية تركيزنا كلها على تنويع الأسواق والمنتجات والخدمات الاستثمارية بما فيها إقراض الأوراق المالية لكن من ناحية الدبث في الماركت أو كمية التداول فيها أمور أكبر من بورصة البحرين لكن حتى في هذا المجال وفرنا أولا آلية لصناع السوق وحاليا في صانع السوق واحد وفي صانع السوق آخر راح إن شاء الله يوقع مع بورصة البحرين وصناع السوق طبعا وظيفتهم بتكون محددة حسب القوانين وليس شيء مفتوح فمراقب من قبل الماركت سيرفييلنس في بورصة البحرين ويكون هدفه الوحيد أنه مثل المخزون إذا فيه أسهم أكثر من 50% أنا طبعا أشرحه بشكل مبسط بشيء أعقد من كذلك إذا أسهم أكثر من 5% لازم يبتدي يبيع وإذا أسهم أقل من 50% لازم يبتدي يشتري ويكون فيه بالانس بينه فمحدود طريقة عمله فهو لا يغير في السعر كثر ما هو يوفر السيولة نصل الآن للحديث عن سوق الطروحات الأولية أخر مرة كان هناك طرح عام أولي في بورصة البحرين كان عام 2014 وكان زين هل هناك أي طروحات جديدة سنسمع عنها ما الذي يمكن عمله في هذا السبيل؟ القطاعات تختلف من قطاع الآخر في قطاعات تتأثر بالاقتصاد أو بأسعار النفط وفي قطاعات استفادت يمكن وليس يمكن إلا استفادت من هبوط أسعار النفط فما ننظر لها كبورصة بشكل خاص لكن ننظر لكل شركة خصائصها وكل شركة لازم يكون لها البعد أن في أي وقت تطرح في مناسب لها وما نحب ندخل أو نشرط متى يكون لكن عموماً في شركات قدم طلبات الإدراج وحنا في طويل دراستها إن شاء الله بورصة البحرين مملوكة بالكامل لمملكة البحرين بنسبة 100 في 100 هل هناك أي خطط لطرح جزء منها لأن تصبح ولو نسبة منها شركة مساهمة عامة؟ أتوقع أن توجه في أكثر من دولة في الخليج وهذا تواجه أيضاً موجود في مملكة البحرين لكن ما نرى طرحها إلا بعد استكمال الاستراتيجية بشكل يخليها مستقلة ذاتياً ومادياً وتوفر الفرص الاستثمارية الجيدة للمستثمر ترجمة نانسي قنقر